موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أمفنت كات مشاهدين أهلا بكم جددت بلجيكا تأكيد على موقفها بشأن قضية الصحرائية المغربية والذي تعتبر من خلاله أن مخطط الحكم ذات المقدم انترف المملكة عام 2007 يعد مجهودا جديا وضام صداقية من قبل المغرب وأساسا جيدا لبلوغ حل مقبول من الأطراف كما ورد في الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022 ويحيل هذا الموقف هو الذي تم تجديد التأكيد عليه على لسان متحدث باسم وزارة شؤون الخارجية البلجيكية على الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022 وبهذه المناسبة أكدت الوزيرة البلجيكية دعم بلجيكا منذ أمد طويل للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول من الأطراف وفي هذا الإعلان المشترك يتفق الوزيران على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي ويجددان التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602 الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي عملي دائم وقائم على التوافق قال وزير واشونيا الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني سيد خوسي مانويل البارس قالنا المغرب وإسبانيا لذان يقيمان أكثر العلاقات كثافة وغنى التي يمكن أن توجد في العالم تجمعهما اليوم شراكة استراتيجية ومتعددة الأبعاد باقي التفاصيل مع شيماء بك العلاقات المغربية الإسبانية ترتقي إلى شراكة استراتيجية ومتعددة الأبعاد تأكيد جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية السيد خوسي مانويل البارس بمناسبة الزيارة التي يقوم بها للمغرب على مدى يومين في أول جولة خارجية له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب وإسبانيا أضحت الآن شراكة متعددة الأبعاد لأنها تشمل جميع المجالات وذلك بفضل خريطة الطريق التي تم اعتمادها في أبريل 2022 بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس هي شراكة تتجسد قبل كل شيء في الثقة التي نضعها في بعضنا البعض كشاركين استراتيجيين تربطهما علاقة سياسية رفيعة المستوى وروابط إنسانية يتم نسجها أكثر فأكثر السيد البارس أوضح خلال هذا اللقاء أن المغرب يشكل الأولوية الأولى لسياسة الخارجية الإسبانية بفضل شراكة المتميزة والمربحة لكل الجانبين وفيما يتعلق بتعاون الأمني والقضاء بين الرباط ومدريدة اعتبر السيد البارس أن هذا التعاون يشكل نموذجاً يحتدى به في العالم بأسره التعاون المغربي الإسباني فيما يتعلق بمكافحة المافيات الناشطة في الاتجار بالبشر والإرهاب يشكل نموذجاً يحتدى بالنسبة للبلدان الأخرى وهو ما عززته أيضاً خارطة الطريق الجديدة هذا وسجل رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن الروابط الإنسانية القائمة بين البلدين تعززت هي الأخرى مشيراً في هذا الصدد إلى أن أزيد من مليون مغربي يعيشون في اندماج تام بالبلاد ويساهمون في ازدهار إسبانيا تنفيذاً لتعليمات الملكية السامية شارك الوزير المنتدى بولد رئيسي الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبل طيف لودي اليوم الأربعاء بيليش بونة في الاجتماع التاسع عشر لأزراء الدفاع المبادرة خمسة زائد خمسة دفاع الذي ينعقده هذه السنة تحت الرئاسة البرتغالية وشكل هذا الاجتماع الذي ضم عشرة وزراء دفاع من دول غرب البحر الأبيض المتوسط شكل مناسبة لوضع حصيلة أنشطة التعاون التي تم تنفيذها سنة 2023 وتحديد خطة عمل لسنة 2024 وفي كلمتين له بالمناسبة قال السيد لودي إن هذا الاجتماع يشكل فرصة لمواصلة الحوار والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب حول المجالات ذات الاهتمام المشترك في قضايا الأمن والدفاع وبشكل خاص في المجالات المرتبطة بالمراقبة البحرية والأمن الجوي وكذلك مساهمة القوات المسلحة في إدارة حالات الطوارئ والكوارث الكبرى استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة برباط في جلسة منفصلة لمقترحات وتصورات كل من الهيئة الوطنية للعدول والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وجمعية سيدتي المغربية بقي تفاصيل مع شيماء بك الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تواصل لقاءاتها الاستشارية ضمن برنامجها المكثف مع مختلف الفاعلين المعنيين في جلسات منفصلة بالرباط جمعتها بكل من الهيئة الوطنية للعدول والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وجمعية سيدة المغربية حاولنا من خلال عملنا أن نساهم أولا في أن يلتزم المغرب بالعديد من التوصيات التي كانت نقاش حول الآليات الدولية وبالأخص اتفاقية سيدة واتفاقية حقوق الطفل وكذلك قدمنا عشر توصيات وهي هذه التوصيات مرتبطة بالسبيل الأنجع لإنجاح هذا الورش الملاكي الذي نعتبره مهم في مصار المغرب الشريعي هذه المقترحات كانت طبعا متنوعة سواء تعلق ما تعلق منها بالزواج أو الطلاق أو الإرت أو الوصايا أو كذلك على مستوى سيارة العقود في إطار المدة 49 أو في إطار المدة 394 من المدونة لقاءات تأتي في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة تنزيلا لمضامين رسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة مقترحات اللي غدا تهم الأسرة المغربية الأسرة المغربية اللي داب المرأة اللي كانت تتعاني بزاف من بزاف القوانين اللي مجحفة في حقوقها وفي الحق ديالها اليوم احنا مناصرين القضية النسائية اللي احنا سنوات احنا كم طالبوا بزاف تعديلات اللي احنا اليوم عطينا الهيئة تطلعات ديالنا وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامي على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابية بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائية هذا وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس ونيابة العام عضو العيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الحسن داكي بريباط أكد أن الهيئة عقدت حتى الآن أزياد من مئة جلسة استماع شملات مختلف الفاعلين المعنيين عودة مع شيماء بك أزياد من مئة جلسة استماع عقدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين المعنيين حتى الآن حسب ما أكده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العام عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة السيد الحسن الذاكي بالرباط جلسات الإنصات لتصورات ومقترحات أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات ومؤسسة عمومية تدخل في إطار الاستراتيجية التشاركية التي اعتمدتها الهيئة مع مختلف هذه الفعاليات المعنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة في إطار استراتيجية التي اعتمدتها وهي الاستراتيجية التشاركية مع مختلف هذه الفعال وقد تجاوزت جلسة الاستماع حتى الآن مئة جلسة نأمل أن تستمر هذه الاستراتيجية مع مختلف الجمعيات والمؤسسات التي لازلت تنتظر أو لازلت مدرجة إن شاء الله في قريب المنظور للاستماع لها هذا وستواصل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الاستماع لمقترحات بقي الفاعلين المعنيين ولكل من له ذراية واهتمام بالمجال من أجل تعزيز المعطيات والمعلومات التي تسعى الهيئة إلى تجميعها في أفق إعداد مقترحات لرفعها إلى أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس وفق تعليمات جلالته الواردة في رسالة الملكية إلى رئيس الحكومة والمتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة اعترضت وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية اليوم الأربعاء على بعد حوالي عشرة كيلومترات قبلة ميناء الدخلة جنوب الدخلة قاربا على متن 33 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب الذي أبحر انطلاقا من السواحل الموريتانية يوم 11 من دجمبر الجاري كان يعتزم التوجه نحو جزر الكاناري وأضف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة قبل نقلهم إلى ميناء الدخلة وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في موضوع آخر شهد دخول الجامعي الجديد بجهة قلميم ودنون إطلاقوا كلية للطب والصيدلة بمدينة قلميم تابعة لجامعة ابن زهر بأقادير والتي استقبلت فوجها الأول لنتابع بقي التفاصيل في تقريرها ناء حاجي تميز الدخول الجامعي 2023-2024 بجهة قلميم ودنون بإطلاق كلية للطب والصيدلة بمدينة قلميم تابعة لجامعة ابن زهر بأقادير والتي استقبلت فوجها الأول المؤسسة الجامعية الجديدة شيدت من أجل تعزيز العرض التكويني الجامعي بالجهة كلية الطب والصيدلة هي مؤسسة جديدة تابعة لجامعة ابن زهر بجهة قلميم ودنون تضم حوالي افتتحت بوابها في سبطمبر 2023 تضم حوالي 100 طالب وطالب من أبناء جهة قلميم ودنون 65% منهم يتابعنا دراستنا بهذه المؤسسة الجامعية الجديدة بجهة قلميم ودنون ومن أجل استقبال هؤلاء الطلبة وتلقي تكوينهم الطبي وفي انتظار بناء كلية للطب والصيدلة بجهة قلميم تم تحويل الخزانة الوسائطية بالمدينة إلى كلية ووضعها رهن إشارة جامعة ابن زهر كمركز لتكوين هؤلاء الطلبة وكان المجلس الجماعي لقلميم قد صدق خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنصرم على اتفاقية شراكتين مع جامعة ابن زهر تتعلق بوضع الخزانة الوسائطية بجهة قلميم رهن إشارة الجامعة كمركز لتكوين طلبة كلية الطب والصيدلة بالمدينة وفي جديد ملف النزاع الروسي الأوكراني جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن تأكيد دعم بلاده لكياب فيما يواجه الكونغرس عباط في الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا بقى التفاصيل مع السكين نمسوية زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى الولايات المتحدة تعيد ملف أوكرانيا إلى مسرح الاهتمام الدولي الرئيس الأمريكي جو بايدن استقبل زيلنسكي في البيت الأبيض ضمن لقاء عنوانه الأبرز ضمان استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا مقابل صعوبات كبرى وارتبط بموافقة الكونغرس على مساعدات أمريكية جديدة لكييف الرئيس الأمريكي جدد تأكيد دعم بلاده لأوكرانيا وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الأساسية لأطول فترة ممكنة استمرار هذا الدعم أصبح موضوعا يؤثر انقساما داخل الكونغرس فيما يسعى البيت الأبيض لضمان استمرار الدعم العسكري لكييف معتبرا الفشل في الاتفاق على تمويل جديد لأوكرانيا بحلول نهاية العام سيؤثر على كييف ميدانيا وأمام الكونغرس نظريا حتى الجمعة للتوصل إلى اتفاق حول هذه الأموال الإضافية فهذا سيعود قطار الدعم العسكري الأمريكي إلى السكة الأوكرانية في الوقت المناسب بعد مفاوضات عديدة صدقت دول العالم على اتفاق تاريخي يطمح إلى التحول تدريجيا عن الوقود الأحفوري السبب في الاحتباس الحراري اتفاق الإمارات يعتبر نقطة تحول استثنائية في مساري العمل المناخ للدول حيث يهدف إلى التصدي لتداعيات التغير المناخي المزيد من التفاصيل معاهبة بجردها دول العالم تتبنى خلال مؤتمر كوب 28 بدبي اتفاقا تاريخيا بشأن مكافحة التغيرات المناخية اتفاق الإمارات يدع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض هذا الاتفاق الغير المسبوق لتصدي لتداعيات التغير المناخي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي على المستوى الدولي مؤتمر الأطراف عقد جلسة عامة تم خلالها عرض صيغة النص النهائية التي تم التوصل إليها والتي وصفت بالتاريخية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف كوب 28 سلطان الجابر أشاد بالنجاح في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية حققنا الكثير معا في زمن قصير وخلال أسبوعين عملنا بجد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا المراقبون اعتبروا أن كوب 28 تمكن من تحقيق نتيجة تحترم العلم وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض لمستوى درجة ونصف درجة مئوية استجابة للحصيلة العالمية أكدت مفوضية الأمم المتحدة سامي لشؤوني اللاجئين اليوم أنها بحاجة إلى 400 مليون دولار حتى نهاية العام 2023 وقال مفوض الأمم المتحدة سامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي في افتتاح المنتدى العالمي للاجئين تواجه الكثير من المنظمات الإنسانية مشاكل تمويل خطرة وأكدت المفوضية تسجيل أكثر من 114 مليون نازح في العالم حتى نهاية شتنبر الماضي وهو عدد قياسي يعكس تواتر الأزمات في العالم كالحرب في أوكرانيا والأزمة الإنسانية في أفغانستان والنزاع الدائر في سودان علاقة بالأزمة في سودان حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراع الفاو أمس ثلاثا من تفاقم أزمة الأمن الغدائي في هذا البلد بسبب تصاعد النزاع بين طرفي المكون العسكري والتدهور لاقتصاد المتواصل ودعت جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب وقوع كارثة إنسانية والشيكة وبحسب بيان للمكتب الإقليمي للمنظمة الأممية فإنه وفقا لتوقعات التصنيف المرحل المتكامل للأمن الغذاء الصادر حديثا يواجه 17 مليون شخص فاصل سبعة في جميع أنحاء العالم أو في جميع أنحاء السودان أي ما يمثل 37 في المئة من السكان الذين شملهم التحليل يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد تبادلت أرمينيا وأذربيجان اليوم الأربعاء أسرى حرب وفق ما أكدت باكو في خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات منذ تعثر محادثات سلام بين البلدين بعد استعادة باكو منطقة كارباخ المتنازع عليها منذ فترة طويلة بقي التفاصيل معها نأحاج أرمينيا وأذربيجان تتبذلن أسرى حرب في خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات منذ تعثر محادثات السلام بين البلدين بعد استعادة باكو منطقة ناكوري كارباخ المتنازع عليها منذ ثلاثة عقودة وفي بيان لها قالت اللجنة الحكومية الأذربيجانية المعنية بأسرى الحرب بأن أذربيجان أطلقت 32 جنديا أرمينيا وأطلقت أرمينيا جنديين أذربيجانيين وقد استمر نزاع بين البلدين لعقود حول السيطرة على إقليم ناكوري كارباخ وأشار البلدان إلى إمكان توقيع على اتفاق للسلام بحلول أواخر العام لكن محادثات السلام تعثرت إلى أن أصدر البلدان إعلانا مشتركا أكد فيه نيتهما تطبيع العلاقات وتوقيع اتفاق سلام وأكدت اللجنة الأذربيجانية لأسرى الحرب أن عملية تتبادل جرت في منطقة كازاخ على الحدود الأذربيجانية الأرمينية وأن الجنود الأرمن خضعوا لفحص من قبل الصليب الأحمر رياضيا وضمن منافسات دوري أبتال أوروبا لكرة القدم ودعى نادي مانشستر يونيتد منافسات دوري أبتال أوروبا عقب خسارة أمام ضيفه باير ميونيخ بهدف دون رد باقي تفاصيل مع خالد باتو خيبة أمل كبيرة تلك التي عاشتها جماهير منشستر يونيتد الإنجليزي في ملعب أولسترافورد عقب خروج فريقها بشكل رسمي من منافسات دور أبتال أوروبا بعد أن انهزم الشياطين الحمر أمام العملاق البافاري بهدف دون رد برسم الجولة السادسة من الشامبيونس ليغ بالطبع إنه أمر مخيب أن نودع دوري الأبتال الآن علينا التركيز على الدوري الإنجليزي الممتاز وسنبدل قصار جهدنا لنكون ضمن المراكز الأربعة لنعود العام المقبل لدوري أبتال أوروبا هدف الفوز للنادي الألماني حمل توقيع المهاجم كينكس ليكومان الذي نجح في هزي شباك أونانا في الدقيقة السبعين أعتقد أننا نستحق هذا الفوز لا سيما وأننا قدمنا أداء جيدا طيلة 90 دقيقة لذلك نحن سعداء بهذه النتيجة فوز مهم اعتلبه الباييرن صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة في حين ظل اليونايتد في المركز الرابع بأربع نقاط ما يعني إقصاءه من دور الأبطال مع هذا الخبر يا رياضي مشاهدينا نكون قد وصلنا لختم هذه النشرة نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله